جهود كبيرة بتقوم بيها الدولة المصرية على المسارات الثلاثة السياسية والديبلوماسية وكمان الإنسانية لمعالجة الأزمة في قطاع غزة وده عبر الرؤية المصرية اللي بتقوم على الحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية، سلامة شعبها، حماية المدنيين وكمان تحقيق مبادئ الشرعية الدولية مش حننسى أبدا حل الدولتين القائمة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والالتزام باتفاقية جينيف عايزين نتكلم بشيء من تفصيل عن الرؤية المصرية لإنهاء الأزمة الفلسطينية ما عضفنا الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس يا دكتور صباح الخير يا فن صباح الخير أهلا وسهلا في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه محددات الرؤية المصرية لإنهاء التصعيد الحالي محددات الرؤية المصرية هي رؤية ثابتة مصر بتتبنى القضية الفلسطينية منذ تأجل الصراع العرب الإسرائيلي حتى يومين هذا مرت القضية الفلسطينية بعدة تطورات هذه التطورات كانت مصر هي الطرف الأساسي وكانت مصر هي الحاضنة السياسية والحاضنة الدبلوماسية والحاضنة الإنسانية لفلسطين ولقضيتها الفلسطينية الرؤية المبدأ الأساسي الذي استقرت عليه الدبلوماسية المصرية أو السياسة المصرية كما جاء في المقدمة هي حل الدولتين على دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هذا ما تتمسك بمصر وما أصبعه الآن هو المبدأ الأساسي بالنسبة للموقف العربي بصفة عامة مصر هي في قلب الصراع العرب الإسرائيلي مصر لم تخرج من دائرة الصراع العرب الإسرائيلي منذ تأجل حتى يومين هذا برغم طبعا أن هناك اتفاقية تسوية بين مصر وإسرائيل لكن هذه الاتفاقية هي مجرد أنهت حالة الحرب لكنها لم تنهي حالة الصراع وبدليل ما شهدناه من تهديدات إسرائيلية بترحيل أو بتسكين أهالي التهجير القصري لأهالي غزة إلى سيناء وهذا بالفعل يدل على أن مصر ما زالت مستهدفة وأن الصراع العرب الإسرائيلي هو دائرة يعني مصر في قلبها خلينا نتكلم أن منذ نظامة أطفالنا ومن وحنا صغيرين جدا قبل ما نبقى لنا معرفة بالسياسة وما يحدث في العالم نحن عارفين أن فلسطين هي قضية مصر الأولى ونحن عارفين كده من وحنا أطفال في المدارس ليه دائما فلسطين في مقدمة القضايا اللي بتضحها مصر قدام عنها؟ هي باتت قضية يعني فلسطين ليست قضية قضية مثلا شعب شقيق أو شعب صديق أو بالنسبة لمصر هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر وبالتالي يعني حتى قبل أن تدخل الجيوش العربية في حرب عام مايو 1948 مصر أرسلت متطوعين قوة كانت بتسمى القوة الخفيفة بقيادة القائم مقام أحمد عبد العزيز أو اللي هو دي شارع مشهور البطل أحمد عبد العزيز في ذلك حتى قبل أن تقرر الجماعة العربية دخول الجيوش النظامية إلى فلسطين فهذا بالفعل يعني بيعكس مدى أهمية فلسطين بالنسبة لمصر وأنها بالفعل ظهير سياسي وظهيري استراتيجي بالنسبة لمصر في هذا الوقت لكن بالطبع تطورات الأحداث يعني جعلت هناك قضية مرتبطة لا تنس أيضا أن الغازة التي هي مصاري الأحداث في وقتنا هذا كانت تحت الإدارة المصرية وكانت تحت الحكم المصري منذ عام 48 حتى عام 1967 فبتالي يعني هناك رابط تاريخ ورابط ثقافي ورابط حضاري لن أتحدث عن التاريخ البعيد وأقول لك منذ صلاح الدين ومنذ محمد علي وكل الفترات أو كل الحقبة التي ارتبطت فيها فلسطين بمصر فبتالي لكن طبعا يعني حتى في التاريخ الحديث قبل 48 كان هناك الثورة الفلسطينية القبرى منذ 36 لغاية 38 مصر آزرت هذه الثورة الفلسطينية وعقدت مؤتمرات في القاهرة لنصرة الشعب الفلسطيني طيب دكتور جمال وحضرتك أستاذ في العلوم السياسية كيف تقيم التحركات المصرية السياسية خلال التصعيد الحالي مصر بتبزل كل ما في وسعها لنصرة القضية الفلسطينية وإنهاء الأزمة الحالية يعني بدءا من التحركات السياسية منذ بداية أزمة غزة في السابع من أكتوبر حتى يوم من هذا كل الأنظار بتتجه إلى مصر لإيجاد حل لهذه الأزمة الدول التي هي مخلصة بالفعل تريد إيجاد حل لهذه الأزمة حتى الدول المنحازة لإسرائيل حتى الدول التي تتبنى الرواية الإسرائيلية يعني لا يفوتها أن تضع مصر في جملة مفيدة يعني بالطبع ده بكل تأكيد تكون ليه إنعكاسات على ثقل مصر السياسي بالطبع يعني سواء كنا نتحدث عن إيجاد حل الوقف في إطلاق النار من الدول التي لديها إنصاف في نظرة إلى الأزمة أو حتى الدول التي يعني بتنحزل إسرائيل إنحياس كامل بتجد في مصر هي يعني منفذ لي فكرة يعني في مرحلة ما بعد الأزمة طبعا لا نريد أن نصبك الأحداث مرحلة ما بعد الأزمة سوف تنتهي يعني لا محالة لكن كيف كيف ستنتهي إسرائيل بتراهن على إن انتهاء الأزمة بلا مقاومة وأنا أقول أنه طالما وجود احتلال سوف تكون هناك مقاومة سواء شئنا أم أبينا يعني رغم أن في هؤلاء سوف تكون هناك مقاومة حتى وإن غابة حماس سوف تكون هناك تتولد مقاومة خير حماس لكن طالما هناك يعني تعود المقاومة مرة أخرى بالحجارة تعود المقاومة مرة أخرى بالحجارة كما كانت انتفاضة الضفة وكانت هذه أحداثة يعني تحركا للقضية الفلسطينية على الساحة على المستوى أيضا على المستوى السياسي يعني التحركات المصرية التي يعني الصلاة التي يعني شبه يومية من معظم قادة العالم ومن الأمين العام للأمم المتحدة حتى من الرئيس جو بايدن الذي هو منحاز لإسرائيل بدأ يتفاهم بشكل ما أو بآخر وجهة النظر المصرية إمبارح سمعنا تصريح من وزير الخارجية لا أقول وزير الخارجية الولايات المتحدة وزير الخارجية الصهي أمريكا بلينكين الذي يتحدث عن ضرورة عدم بقاء إسرائيل في غز وهذا تغير تكتيكي في الرؤى الأمريكية كان الحديث كله عن أن تركوا إسرائيل تفعل ما تشاء لكن يعني أجو بايدن أيضا صرح بأن بقاء إسرائيل في غزة يعني هو خطأ هذا ليس حبا في غزة أو حبا في قطاع غزة هو فقط لحماية قوات الاحتلال من غزة لأن طبعا غزة كانت أيضا تحت احتلال إسرائيل منذ النكبة كان فيه كلام بيلاحق الكثير من الفلسطينيين أنهم تركوا الأرض ولكن بعد ما يحدث الآن من ضغوط ومحاولات فضيعة للتهجير القصري ولعمليات الإبادة الجماعية التي نرى تحصل في قطاع غزة وصمود الفلسطينيين وصمود الغزويين على أرضهم أعتقد أن بات سيناريو التهجير القصري شديد الصعوبة أمام إسرائيل لو استعدنا سيناريو أو ما حدث في النكبة طبعا الإسرائيليين لم يتهجروا أرضهم طوعا ولم يبيعوا أرضهم كما يتحدث هؤلاء أو يتحدث الذين لا يعلمون التاريخ أو الذين يزورون التاريخ في عام 48 حدث تهجير قصري وحدث تطهير عرق للمناطق التي تعرف الآن بالخط الأخضر في فلسطين المحتلة أو في إسرائيل فبالتالي لم يحدث هناك هجرة طوعية من الأراضي الفلسطينية فبالتالي هذه فرية بتقال على الفلسطينيين ما يحدث الآن هو أقصى أشد ضراوة مما حدث فيه 48 فكرة حملات الإبادة وحملات التطيير وهذا يدل على أن العصابات التي تحولت إلى دولة عادت مرة أخرى لتتحول إلى عصابات هذا السلوك الذي يرتكب في فلسطين المحتلة أو في غزة هو ليس أسلوب دولة متحضرة هو أسلوب عصابات عصابات الاحتلال الإسرائيلية هي بتعمل كل ما بوسعها من آلات من في آلة القتل والتدمير والتشريد ومنع المياه ومنع الكهرباء وضرب المستشفيات كل هذا سلوك عصابات وليس سلوك دولة طيب أعتقد ونحن نتكلم عن دور مصر السياسي من خلال ما شفناه وتابعناه خلال الفترة اللي فات وزيما حضارك ذكرت أنه الاتصالات بشكل شبه يومي بالإضافة إلى زيارة مسؤولين كتير جدا إلى مصر للتنسيق عشان نشوف إزاي هيقف هذا التصعيد أو حتى يستطلع وجهة نظر مصر ورأي مصر في الأحداث من الحاجات المهمة جدا هو أنه أنتولوجي تيريش لما زار مصر كان فيه مؤتمر مهم جدا من أمام معبر رفح كان ممكن يكتفي بأنه يكون في القاهرة فقط وأعتقد ده دي نقطة مهمة جدا تحسب للسياسة المصرية والدبلوماسية المصرية مؤتمر صح فيك آخر ما بين وزير الخارجية المصري والأردني والأمريكي برضو كان مهم جدا ولغة السياسة فيه كانت قوية وكنا بنتعامل حتى الرئيس في البداية دكتور لما قال إحنا بنرفض رفضا باتا تهجير القصري وكان هناك محاولات لإخراج بعض من حميلة الجنسية من خلال المعبر مصر قالت نرفض ودي أعتقد لغة قوية نعم وكان موقف مصر موقف حاسم في هذا الموقف بأنها رفضت بالفعل فكرة خروج أي أشخاص عبر المنفذ إلا إذا كان يقابلوا دخول مساعدات إنسانية وهذا موقف موقف حاسم بالنسبة لمصر مصر لم تترك فرصة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين إلا وفعلتهم سواء حتى مستشفى ميداني أنت حدستاني عن المساعدات الإنسانية التي تنساب ثم بعد ذلك تمنع إسرائيل بشكل ما أو بآخر وجاءت اللقطة التي المعبرة الأمين العام للأمم المتحدة أكبر موظف أممي في العالم يخف أمام معه بالرفح ولا يستطيع أن يفعل شيء ومن بعده كمان المدى العام للجنائية الدولية وبالتالي أنا أعتقد طبعا أن هذه يعني تحسب لي الدبلوماسية المصرية في أنها أبانت للعالم طبعا هذا الرجل بيصلت عليه الأضواء في كل دول في كل من كل دول العالم فبالتالي يعني اللقطة لم تكن لرجل هي للمنظمة الدولية لنظام دولي بأكمله نظام عالمي بأكمله عاجز على يعني أن يوقف أو أن يرضع إسرائيل بسلوكها الأدوان أما ما حدستاني عن طمر يعني الصحفية أو الوزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية المصر ووزير الخارجية الأردني طبعا هناك محاولات أو زيارات مكوكية من وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة يعني يجيء حينا ويذهب حينا لكن طبعا أستطيع أن أقول أن أنتوني بلينكين هو الشخص أفضل شخص للقيام بمهمة يرد له الفشل هو شخص بدأ منحازا وحتى الآن هو منحاز فبالتالي إذا أردت أن تفشل أي مهمة فابعث أنتوني بلينكين فبالتالي أنا لا أعتبره وسيطا نزيها أو وسيطا محايدا خاصة بعدما جاء إلى المنطقة ويتحدث أنني لست وزير خارجية بل أنني شخص يهودي فبالتالي هذه تضرب دوره من الأساس طيب أحنا شفنا الفترة اللي فاتت استخدام مصر لكل أدواتها في تخفيف الحصار وفي تخفيف الوضع شديد السوء على الفلسطينيين في قطاع غزة شفنا استخدام الدبلوماسية المصرية شفنا استخدام الحلول السياسية وشفنا أيضا استخدام القوة النعمة باستخدام وسائل الإعلام وباستخدام قنوات إخبارية متخصصة بتنقل الحدث لحظة بلحظة للرد على الافتراءات اللي كان بيقوم بيها الإعلام الغربي عن أن هناك ممارسات من قبل المقاومة الفلسطينية إزاي قدرت مصر تستخدم كل أدواتها في نفس الوقت لدعم أشقائنا في فلسطين زي ما قلنا هي الدبلوماسية وزارة الخارجية بأجهزتها الإعلام بأجهزتها طبعا كثير مما يحدث داخل القطاع غزة أو على الأقل يعني ما يحدث في رفح ومن تعطيل أو من سياب أو عدم سياب حركة المساعدات الإنسانية أو استقبال الجرح كل هذا يتم نقله عن طريق الإعلام المصري وبس إلى لغات العالم أراء التحليلات المحللين من المصريين كل هذه الأمور بتصب بشكل من يظهر على شاشات الإعلام أيضا في الغرب كثير من المصريين وهذا بفعل بينقل وجهة النظر المصرية وجهة النظر العربية بشكل أكثر نزاهة وأكثر محايدة بينقل الموقف المصري الحقيقي والموقف العربي الحقيقي وبينقل أيضا يعني ما يحدث في غزة بشكل ما أو بآخر الوقوف المصري أو السعي المصري في ساحة الجمعية العامة الأمم والتحدة ومجلس الأمن يعني نحن شاهدنا في الأسابيع الماضية بالطبع يعني أفشلت القرارات التي كانت ستصدر لصالح وقف إطلاق النار من قبل الفيتو الأمريكي لكن أعتقد أن مصر كانت بتقود المجموعة العربية في على الأقل لجمع تكتل هذا التكتل الضغط ولسيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما فشلت مشروعين قرارين في مجلس الأمن كانت مصر بتقود المجموعة العربية من أجل إصدار قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار بالطبع طبعا الجمعية العامة قرارتها غير لا تحمل صفة النفاذ لكن أيضا مجلس الأمن قراراته لا تحمل صفة نافذية إلا إذا راضية القوى الكبرى بهذا يعني حتى لو تصورنا أن هناك قرار من مجلس الأمن بيصدر وأن قرار البرازيل أو قرار روسيا الذي يقدم بيصدر ويقول أننا ندعو إلى وقف إطلاق الفوري إلى وقف إطلاق النار من الذي سوف نوفزه؟ يعني يحتاج إلى قوة عسكرية يجب أن يصدر فيه ضوء الفصل السابع من المساق ويحتاج إلى قوة عسكرية بتنفذ أو للفصل من المتحاربين فبالتالي سيظل أيضا قرار مجلس الأمن وقرار حبر على ورق يعني كم من قرار صدر من مجلس الأمن ضد إسرائيل ولم تنفذه إسرائيل إسرائيل لا تخشى العقاب أو بتأمن العقاب فبالتالي لا تنفذ قرارات حتى إذا صدرت من مجلس الأمن طيب هل من الممكن أنه التصعيد الحاصل حاليا في قطاع غزة بعد انتهاءه أجلا أو أجلا ونتمنى طبعا أن ينتهي قريبا ممكن ينعكس على حل سياسي؟ أعتقد بالطبع يعني ربا ضرت النفع برغم الآلم الذي يعتصر قلوبنا بشأن ما يحدث في غزة وفي فلسطين المحتلة بصفة عما يعني الأمور مرشحة أيضا أن تمتد إلى الضفة الغربية لأن العدو أو إسرائيل لا تكتفي فقط بما يحدث في غزة وبتوزع أسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية وهناك قتلى وجرحة في الضفة الغربية لكن هل ممكن أن يحدث ذلك أو أن يحدث حراك على مستوى القضية الفلسطينية بصفة عامة؟ أنا أعتقد ذلك أعتقد لأن هناك في الآخر الهدف ليس واضحا لدى نتانياهو ولا قادة إسرائيل ماذا بعد؟ ماذا بعد غزة؟ ماذا تريدون؟ هم يتحدثون يتحدثون عن ترتيب الأوضاع في غزة لن تكون فيها حماس لكن من الذي سيحكم؟ أنا أستطيع أقول أن حماس كانت بتخفف العبء عن الاحتلال موجودة في غزة لأنها كانت بتدير غزة من الذي سوف يدير غزة؟ هناك مقتربات بأن يكون هناك إدارة دولية لغزة وهل هذا سعي نجح؟ فبالتالي كان هناك حديث عن عودة السلطة الفلسطينية لغزة الرئيس محمود عباس قال أن أنا مش عود إلا في إطار تسوية شاملة تسوية للموقف شامل فأعتقد طبعا أن فكرة حل الدولتين وبرغم طبيعة أي دولة يعني ما هي شكل الدولة وكل هذه الأمور هذه ملامح يمكن أن يتم النقاش أو التفاوض عليها لكن على الأقل أنها طرحت أو جاءت القضية الفلسطينية في مركز الصدارة مرة أخرى على ساحة القضايا الدولية التي يجب أن يتم مناقشها لكن دكتور ده ليس يحصل غير بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية ونحن نرى تصريح الوزير الخارجية بيقول أنه نسعى لحل الدولتين هل ده يعتبر تغير في السياسة الأمريكية ولدي مجرد تصريحات إعلامية؟ فكرة حل الدولتين موجودة من أيام جورج بوش الأبن موجودة وتم سواء كان بعد ذلك كلينتون أو أوباما أو كل هؤلاء لكن شكل هذه الدولة إذا كنا نتحدث عن دولة إسرائيلية قائمة بالفعل لكن الدولة الأخرى التي يريدونها ما هي شكل الدولة وما هي حدودها وما هي مقومات معيشاتها كل هذه الأمور هذا غير مطروح في الوقت الحال لكن أعتقد طبعا أن الولايات المتحدة قد تكون جادة في فكرة حل الدولتين لكن الشكل طبيعة هذه الدولة دولة بلا حدود دولة بلا موانئ دولة بلا سلاح منزوعة السلاح دولة بلا القدس عاصمتها كل هذه كان قبل ذلك يهود قول تحدث عن فكرة السلام الاقتصادي وأيضا بنيامين نتانياه حينما جاء فيه ولاياته يقول لتحدث عن سلام اقتصادي فقط مجرد أنكم تأكلون وتشربون فقط فيما عاد ذلك لا حل للقضية الفلسطينية طبعا أي دولة بلا القدس عاصمة لها فلن يقبل بها العرب ولن يقبل بها الفلسطينيون هل دخلت إسرائيل الحرب دي وهي بلا خطة وهي بلا رؤية حتى توصل للأمور لا توجد رؤية لما سيحدث لقطاع غزة بعد الحرب لا توجد ثبات في المواقف شفنا بعد فترة قليلة جدا تحولت التصريحات من أنه الهدف الأساسي للحرب هو القضاء على حماس تحولت التصريحات أن الهدف الأساسي هو استعادة الأسرة والمبادلة وفيه تغير في التون وفيه تغير فيه ترتيب الأوراق هم داخلين بلا ترتيب أصلا؟ هو يعني كالأهداف تغيرت من وقت لآخر يعني إسرائيل وجدت مقاومة صارمة أو مقاومة شديدة في القطاع يعني نحن نحدث الآن عن قرابة شهر شهر يا مدة طويلة جدا بالنسبة للحروب التي خضتها إسرائيل لم تعتاد إسرائيل على هذه الفترة طويلة 2014 كانت خمسين يوم لكن ما كانش بالشكل المكسف ما كانش بالشكل المكسف ده ما كانش فيه مثل هذه المقاومة يعني حروبها مع العرب في 67 هي بتقول حرب الستة أيام في 73 مصر حسمت الحرب بستة ساعات يعني لكن تعتاد على مثل هذه فكرة أن وجود هدف استراتيجي إسرائيل كان في البداية بتغير الأهداف كان في مخيلة إسرائيل حسب تصريحات قاضاتهم والسياسيين هو التهجير القصري التهجير القصري لأهالي غزة ثم بعد ذلك القضاء يعني تحول الهدف إلى حينما وقفت مصر بحسمة أمام هذه وحذرت بشدة أمام فكرة أي تهجير قصري ومصري لن تقبل مثل هذه السياسات تحول الهدف إلى فكرة القضاء على حماس القضاء على حماس هذا لأنكم تقدون على غزة تقدون على أهل غزة وسبكان غزة حماس يعني ما هي حماس جزء من فصيل من شعب يقيم شعب كله مقاوم شعب كله مقاوم هذا الهدف أيضا لم يتحقق ولن يتحقق فكرة الهدف فأصبح الآن كما يعني زي ما قلتين فكرة أننا نبادل للأسرة نوقف وقف إطلاق النار ونحصل على أسران نحصل على أسران ونرتب المنطقة في غزة بلا حماس يعني ترتبات تكون غزة بلا حماس فالتالي أنا أعتقد هذه الأهداف هي أهداف متغيرة وأهداف ليست محددة يعني حتى هناك مساءلة في الكونجرس الأمريكي 25 نائب في مجلس النواب تقدموا بمطلب مناقشة للإدارة الأمريكية ما هو الهدف الأمريكي أو لمساعدة إسرائيل في أعمالها في غزة يعني هي إسرائيل عاوزة إيه؟ يعني إسرائيل عاوزة إيه؟ من أعملياتها في غزة هي فكرة تبادل الأسرة فتبادل الأسرة ده أمر مطروح وأمر تكمله وحماس لكن في مقابل أيضا الأسرة أو الأسرة الفلسونيين الموجودين في السجون فهذه عملية يمكن حدثها بشكل يسير ومصر أعتقد طبعا الرئيس السيسي كان تحدث عن ذلك في بيان الاستفاف الذي كان يتفقد فيه الفرقة الرابعة مضرعات كان يقول أن مصر بتلعب دور في هذا الملف وأن أما يحدث تقدم سوف نعلن عنه فبتالي فكرة تبادل الأسرة مش هي الفكرة اللي بتقول فيها إسرائيل حملة الإبادة وحملة التطير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة أكيد كل شكرا لك دكتور جمال سلامة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم